بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالقول الحسن والفعل الجميل ووعدهم على ذلك عفوه وغفرانه ومحبته ورضوانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع للمخطئين من عباده الاعتذار وناهاهم عن العناد والإضرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرف بالصفح عن المخطئين ووسع حلمه جموع المعتذرين أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى الحق المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الاعتذار حسنة تضرأ بها السيئات وتعمر بها أسس المودات والاعتراف بالخطأ دليل على نبل النفس ورقيها وسماحة الأخلاق وسموها ونج في العقل والتفكير ورغبة في الصلاح والتغيير إن المؤمن الحق لا يجد في نفسه غضاضة في الرجوع للحق والإقرار بالذنب في شجاعة وصدق طلبا للعفو والصفح والغفران سواء كان خطأه في جنب الله أم كان في حق إنسان فقد قال تعالى مادحا عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وإن للاعتدار فوائد الجماعية فهو يضمد جراح الشحناء ويزيل العداوات والبغضاء علاوة على ما فيه من تهذيب لنفس الإنسان وكبح لدوافع الحقد والعصيان فتظهر أخلاق فاعله سهلة راقية ويجعل همته بناءة عالية وقد حكى لنا القرآن الكريم صورا من عواقبه الحميدة وما أورثه لأصحابه من حياة سعيدة وما خلده لهم من ذكريات عطرة مجيدة فهذا أبو البشر آدم عليه السلام حيث فصل القرآن في غير ما صورة موقفه وزوجه حواء عليهم السلام واحتذارهما للمولى جل وعلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكان جزاء اعتدار آدم من الخطأ توبة الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذا نبي الله موسى عليه السلام لم يمنعه مقامه عند الله من تقديم الاعتدار عند تصرعه ونسيانه عهدا قطعه على نفسه مع العبد الصالح فقال لا تواخذني بما نسيت وإذا كان الاعتدار مطلبا أخلاقيا على من وقع في الزلل فإن رفضه ممن جاء به من الخطأ الجلل إذ إن من صفات عباد الله المؤمنين وشيام أوليائه المتقين العفو عن الأخطاء والزلات والحرص على ما يحفظ لحمة العلاقات ويكفل للمجتمع ترابطه بأوثق الصلاة وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو فقال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإن الاعتذار المثمر النافع وعلاج الأخطاء الصحيح الناجع هو ذلك الذي يثقن صاحبه لكل مقام ما يناسبه ولكل حدث ما ينبغي أن يواكبه فيختار له أعدب الكلمات ويقدمه بأرق الألفاظ والعبارات منطلقا من مبدأ طلب الصفح عن الغلط ومتحرزا من زلات اللسان والشطط فالكلمة الطيبة روح المحبة والوئام ومذعات للتقدير والاحترام وإن الكلمات المعبرة عن الأسف على التقصير تضفي على العلاقات جوا من الأنس لتزيح عنها غبار القطيعة ولذلك كانت عظيمة النفع طيبة الأثر إذا زينت بها العلاقة بين أفراد الأسر فما أروع أن يكون الزوجان قدوة لأولادهما في العفو والتسامح وإن فضيلة الاعتراف بالخطأ والاعتذار لها ثمار يجنيها المسلم أهم هارض الله عز وجل فالله سبحانه يرضى عن عبده الذي يقف بين يديه معتذرا معترفا بخطأه وتقصيره في جنب الله بل يفرح الله لتوبته وأوبته كما أن من ثمرات الاعتذار المهمة إنهاء الخصومات التي تحدث بين الناس فكثيرا ما يدخل الشيطان بين الناس بخطأ شخص منهم وبالاعتذار من الطرف المخطئ تنتهي الخصومة يقول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فاللهم أصلح أحوالنا واجعلنا من الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله